ما يحدث الآن في كل العالم هو جيو بوليتيك دولي جديد قيد التشكل نلاحظ أن الآن حتى العلماء الجيو بوليتيك هناك إعادة ترتيب شامل العلاقات الدولية نلاحظ بروس الصين مثلا عودة قوية لروسيا حتى دول صاعدة مثل تركيا أصبح لها كلمة مسموعة في العلاقة الدولية وهناك الكثير من المحللين الذين يتمزوا بالجدية وقدرة الاستشراف يتوقعون أن دولة مثل تركيا ويدولة صاعدة ستلعب أدوار كبيرة في عالم الغد وعالم الغد لا نقول بعد عقود ربما قضية سنوات لأنه الآن أمور متسارعة فبالتالي ما يحدث في الشرق المتوسط في الحقيقة هناك استبعد مواجهة مسلحة لعدة اعتبارات متعلقة بالقوى الكبرى وهذه قوى مزدهرة فيها قوى غربية ولكن واضح أن التصادم وصل إلى نقطة لا رجوع تركيا تتكلم أن مثلا هذا غير من غير المنطق أنه مثلا اليونان تريد أن في جزيرة مثلا أن تدير لها منطقة اقتصادية يعني طرقا البحار فبالتالي فتغلق المضايق على تركيا والمضايق بالنسبة لتركيا قضية حياتية قضية حيات وهذا سيؤثر التوازلات الاستراتيجية في المتوسط في البحر أيضا المتوسط ونحن باعتبارنا دولة متوسطية وحتى إحنا كان أستاذ يتكلم على الثوابط وكذا في الحقيقة العالم يتغير حتى إحنا الآن هناك إعادة مراجعة لعقيدتنا لليس من المعقول الآن الأمن الجزائري ليس فقط في داخل حدودنا الوطنية حتى هناك في الدستور القادم هناك حديث على أنه إرسال قوات رغمها وضعها في إطار الأمم المتحدة ومنظمة الدولية ولكن واضح أنه تحديث الخارجية أصبحت اليوم أصبح يتابع أنه كان لابد لنا أن نتكيف مع وضع دولي بالتعقيد